اه هاني ايوه الرصاصة لتزال في كتفي انت مرجعتهش لحد دلوقتي؟ انت هتحذر عالش لما انا وصل بالسلامة يبقى ترجع حالهم ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عام يا للنور العالي ده بوليس دولاي؟ ده بوليس ليه بني؟ مطوليش بقى فيها نور موسيقى ايه؟ انت بسوقها دي؟ انه مش خايف على العربية؟ السكت كلها مطبطة والتعمال بتجري؟ مش خايف بسباري وخشي فرد الكويتش بوازها؟ انت عارف التيل بتاع العجلة بكام دلوقتي؟ يا موضة هابيس يبقى من التيل خليك تيل المهم العقد خلاص خلاص يا بنات أنا مش سمع مؤخذة وقتلكم لما تعوزوا حاجة تقولولي ولا لازم أرسلكم وإدنكو ولا أنا أتكلم أتكلم ولا حاة أنت لم تنادي الله 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 دا الموضوع عائلي بقى وطلعته أرايف بعديكم تبتكن أنا بقى على الله ألحق أخد خلتة فسحة شوية وأرجع لك وتاني سلام عليكم إستنى يا فاتحة إحنا مش متفين أوصلك ولا إيه إستنى هاجي معاك يا فاتحة إستنى عشان ما تتوهيش بقى داني تعالي إلي أه تعالي إيه دا هو أنتو تعرفوا بعض دي تاني مرة نشوفهم مع بعض دفنت لي يعرفوا بعض فين العقد عقد إيه العقد اللي ماغز السرقين دلوقتي بالمدحف إحنا ما سرقناش حاجة إحنا كنا بنتعشق والله وإيه اللي على كتفك دا إيه 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 دا كاتشف كأ بس بيحرق قوي آه ما أنت عشان طلبتو سبايس قلتلك بلاشل سبايس وقولك وإيه إحنا في منطقة لبش والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرق المدحف يعني ممكن تطب علينا في أي لحظة أخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد حضرتك إحنا مش فاهمين بتتكلم عن إيه أضحي طلق حقيقي ولا خرز بقى لا طلق حقيقي طبعا إنت أزفت أضحي إنت دا أيوة يا أبو الدهب بإيه باللوقتي إحنا عزين للعقد وهما مش عزين يدون على العقد آه نعمل معاهم إيه آه آه نعمل معاهم إيه إنت بسألني أحنا أيضا ناخد العقد بالعافية إلى ما أخذ العقد بالعافية إيهوا هناخد العقد بالعافية إلي معا العقد اطلعوا ولا أفرغ المسادرت كلهم بفوقهم أنا لم يحทش أترب لي بالنار أنت هو أنا وقف على العربي بمم scratch خلاص يا هاني إديهم العقد إم كان Sodha سكتها العقد بسرعة بسرعة انظر بعض ـ ساني واحد cortex بالنحتى уж крخص طيب مش تقولوا كده من الأول holders انتم تقلو اللي غسي المعدة بقى ايه ده؟ ايه ده هلت هبتعمل ايه؟ وضعه وضعه؟ الوده عبيطة ولا متخلف ولا ايه؟ هاتمنوا الحوضة ده؟ قاتل العودي ما اقولك مش قادرين تسرقوا خاتم؟ العوضة يا بودها بيه طيب يا بنات اما اخذ انا كانت مشكلتي مش معاها كنتم لما اخذكت مع جدوك اللي ارحمه بقى وانا خلاص حتى حقي بالسلامة انتو يلا اضاحي وضع يا بودها بيه هاه احسب العوضة فقشة اصلا ما تجمد بقى عمي سيف ده؟ ما احنا هام اتضربنا بالنار وبالصيوف وبالقربية كمان مع ما الناس زيك كده ده انا صغير لما ابوها كان بيعقبني كان بيلسعني بالمكواف وشي ليه انت ابوك كان يأجوج ومأجوج لا بس كان بيعلمني اه هاني علي خد الجواب ده ادي البابا وماما في السعدية ايه ده انت سعود يا سيف شبيه هاريه شبيه هاريه دعم سيف ايه اه فيش ولا كلمة بينك جواب كله دم كتبته دمي ايه تمام هنعمل ايه دلوقتي يعني نكتبه تاني نكتبه تاني اكتبه عندك هاني اقول ابي الحبيب ام الغالية قصيل ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر لا وحيا ادخالتك انت ما تضربتش بالنار وانت بتحرص الحدود انت تضربت بالنار وانت بتسرق مدحف ما تقولش بتسرق انت اللي خليت نعمل كلا انا ما كنتش عايز انت حرامي ما تفكر ديش يا انا انت حرام وده ما صير كل كاية انت يروح انا ما كنتش عايز اروح ايه يا واد قذبتناك فيه ليه قوم من هنا بيخاطرة من الرصاصة معلش يا حبيبي استحمل شوية انا حتهرها لك وحتبقى زي الفل ان شاء الله ايه دا يا خالتي هو انت ليك في التمريد ايه وعنجي كمان الطاق انت كمان خريجي التمريد لا كنت جايبا عشان شهر العاسي انا بنت اللي عاسي طب يا فالح هات السكينة دي من جم هجيب السكينة ليه هتعملي بالسكينة ايه خرش شاك الدبوس شاك الدبوس لا انت هتغزني بالسكينة وتعملي الطاقة كده وتنط في المايرة صح وهنا ميتاب بلتشان ايه الفيلم الهيندي اللي انت عامله دا دا انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش السيف عامل ايه صباح الحمد لله يا حبيبتي جات سليم انا هتهر له الجرح بشوية كولونيا وان شاء الله هيبقى زي الارض كلانيا لا كولونيا بتحرق انت هتشتلي الجرح معلش يا سيف استحمل كل دا عشان مصلحتك وبعدين انا جنبك هاتيلي الصانية دي من وراك نيلي خليكي جنبي مأسي منهيش كلنا جنبك يا سيف ما تخافش بص احنا هنعمل ايه هنعد من وان تو ثوي وبعدين نحط الكلونيا على طول خاله هسماشي هنعد واحد اثنين ثلاثة عشان خطرك هعمل كده صدقني مش هتوجعك ولا هتحرقك ولا اي حاجة يلا يا سباح تب استنى اغمد عيني يلا نعد وان تو تو ايه وات في اسر اعطاني وانتو خممين كلكم انتو كذبين كذبا عشان قلتونا اتعيندوا واحد اثنين ثلاثة عدتوا واحد اثنين بس ورشاتوا انت خمامة اخلتوا صباح خمامة يعني لو كنا عدينا التلاتة ما كانتش هتحرق يلا يا هاني نشوف شيري هاني سلامتك يا سيف سلامتك سلامتك سيف وريني الجرح كده أكبر دي كينك احبت مالك يا وات عامل كده ليه بتحرق اوي مش هتش فتة اوي انا مش قدي عطالق اياخ أنا قصدي ملك مبهدن نفسك قدام البيت نيلي كده وسيب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش مش صديقة صديقة وبسعادة انت بتسرح بي يا ولا فاكرني تلميذة بتشتغلني خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة ما ليه؟ انت بتحب نيلي يا ولا انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي انا ماليش في الحاجات دي انا مركز في دراستي وأبحاثي لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي ملكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيه ايه لا بقولك ايه خلت صباحنا كويس وزي الفل وكده طيب مدام انت كده بقى انا حقولك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة قولي البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السماء بس كل ده على الفاطر عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها انا اخد كرسات ركوب خلفي نازلت السمان يعني قولي اعمل ايه؟ لا يا رحمك عايزك تمسك نفسك كده وتشد روحك ما تبقاش يعني لمؤخذة كده لمؤخذة ايه؟ خلت صباح لمؤخذة قلت ليك انا كويس وزي الفل وكده انا كده اه طب كويس يا اخوي انك كده طب بقى لمؤخذة قتكي لانا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوي خلت صباح دي تلقيت صيعة صيعة ايه شيريهان انتي لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة هتضايق على ايه ما حياتنا زي العسل اه؟ وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا انتي ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي مفيش حاجة راحت ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه؟ مفيش حاجة راحت خالص ممكن بليس تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جمز يا... مش عايزة تخيل اصلا شو شوه! ها؟ هتيلكو اثمية عشان الشطفة ضعيفة ومش طيلة لا يا هاني متسيلة قوم بلي منديل ايتيو ازاي معررفين زي بعض كده انا هرجع شو شو! ها؟ مش لقي منديل بس في فوتا جنبي قابل لها؟ ماشي! بس عينها على جنب عشان ما حاش نستخدمها بس عرف لا في حيانة انت ملكش دعم قط اصلا انتو ازاي كده؟ ايه اللي بتلقوفة دي؟ هو هيمسح بقى وشه بص على ايه طلع فالسو فالسو! فالسو ازاي؟ اهو! الخدمة بتاع الفالسو ازاي ساعتك؟ ده انا ماخده منهم بايدي ومسلمه يداً بيد الايد ساعتك بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالسو يكونش يبدله الاصلي بواحد فالسو بصنعة لطافة بخفة يد يا سلام! يا سلام على دماغك وهمش عرفهم يا غاب ان احنا هنطب عليهم اه صعيح وبعدين امتى هيلحاوا وطلعوا عليهم اه صعيح هدي اللي مجنن انه هلما عارفين العقد فالسو بيسرقوا ليه؟ اه صعيح اخرص خالص مش عايز اسمع اه صعيح دي اعطر ساعتك شوف مين هلو ايو انيلي عاجلت تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع تعالوا عدوا علي انا هنا في المكتب ايه؟ الوقت بتاخر؟ اه صعيح اه طيب بكرة فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم سلامة الله على تباك صعاتك طب ايه بقى مغزة الموضوع اللي انتو عايزين لي في ايه؟ بص يا انكل عم داحب نعم عشان من انو عدش نلفة وندور على بعض احنا عندنا شوية معلومات واللغز حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده بس اللي اوله شرط اخره صور صور ايه بنت اخره نور قصلك يعني لا صور عشان الصور محدش يقدر يعديه نور ايه؟ وتفر يعني وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا ومحدش يجي على حق التاني ولا مؤخزة طب مؤخزة يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشك ايه الموضوع؟ تلسة بتشوكوا في العقد لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع ماشي هات العقد اضح فاطل امالك اول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا مفيش اي حاجة في الستوري ليها علاكم بالعقد وفوقش عقش والجدة بطة احنا مخدناش بالنا منها؟ هو مفيش بس استانيا ما اتأكد بس اهو الراجل رايح للجدة بطة بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير قالت له ماشي وبعدين بتفتح الدولاف ملقتوش ووصل الرجل تاني الراجل انا جاهز يا جده بطة احضرت النقود معي الجده بطة وقد ضاع العقد فجأة ولم أجده الرجل؟ إنها خسارة كبيرة! لقد وعدت زوجتي أن أهديه هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من قسمينة ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطا؟ أنا في قمة الخاجل Иستني! الطب محفور عليه حروف وأرقام أنا أنا ما أنت وهدي الحروف són الختمة الفلسور الختمة الفلسور إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها خط مين الحمار اللي قالك كده بالوقت ضح أنا قلت حاجة انت مبارح مش قلت كده والفلسولي خط مبارده يا حمار لا اخرص خالص طيب والله يا عيبت بحدثك رجل كبير ومهم كده وتسمع كلامي الحمار ده يا جماعة يا الحروف دي ايه اصلا زاد ب بس مش عارفة قرى الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين وريني دي هابل اختصر زاد ايه صاد يا بنتي صاد صاد بيه شو مية وسبعتاشر ايوا يا جماعة صاد بيه ده اختصار لإيه يكونش شو مية وسبعتاشر دي صاد بيه شو مية وسبعتاشر ده نمرت العربية تعتقدكم زمين ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات اه صحيح وكان فيه عربيات ليه ارقام اه حمار انت انا قلت حاجة مش انت ايه لكده مبارح اخرص انت خلاص ليه اضربني بنار ليه مكنت سمك بربوري بربورك صابون بالموليف يكونش صندوق بيرا سمك بوري لا يا جماعة استنوا استنوا انتو بتحرف ايه صاد به اختصار صندوق بريد اه صحيح صد به طول عبر صدوق بريد يكونش صوصا بدر ما تخلص بقى مع خلاص عالسينا صدوق بريد انا قلت اكتئت لا ما تكتئتش يا جماعة يا جماعة صدوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوزيه عارفوا اه شيري هين تبدو بريد صندوق بسين هي بسين فعلا اه صحيح سيبك مني عم دهب دي تافه اساسا طب و انا هنوصل ازاي لصدوق البريد ده عادي هنكلم دليل تليفونات اه صحيح معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد تليفون انا اه اه شوفي تليفون انا البطارية فضل فيها ثلاث سورة ما تاخدي تليفون بالتعام كهرا قبلك اه اصيلي يا عم دهب هاتي هنللي التليفون حركت رخيسة قوي خد يا بنتي ألو سلام عليكم اه 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 لو سمحت عايز اعرف عنوان صندوق بريد سبعمائة وسبعتاشر ده موجود فين؟ يكونش سكر بره بره ايه اخر ما خلاص يابني اه اه انا قلتك كتير ما تكتيرش يقولني رصدوق بريد ورسيله علي قلاص فين؟ مكتب بريد الحناج دي شكرا سلام عليكم مكتب بريد الحلمية الجديدة بتهزاري هوا الحلمية ده ما كان بجد مش بس في المسلسل تبدي تعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل مسلسل ايه بس يا بنت خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده يلا بنا نشوف صندوق بريد ده فين؟ اه؟ يكونش صفينار بترقص سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد سبعمائة وسبعتاشر سبعمائة وسبعتاشر سبعمائة وسبعتاشر؟ ايوه صح مظبوط عندنا عندنا انا عارفة انه عندكو احنا عايزين نفتحه وناخد لجوا راحت فين كوباية الشاي راحت فينه افضل يا حاج الشاي اه متشكر العتب على النظر طب يا حاج عايزين نفتح صندوق سبعمائة وسبعتاشر؟ هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحوله كده على طول ده صندوق خاص يعني لازم ان نفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوة ابو الخير وحضرتك بقى مكاوة ابو الخير؟ حضرتك ايه حاج؟ انت مش سامع صوتنا اونس انا اونس يا حاج اه انا ما اخذ يا بنتي العتب على النظر هو فين بقى الاستاذ مكاوة؟ الاستاذ مكاوة عبال عندك مات الله ارحمه ودول احفاده ايوه وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم انا جدتكم معاكو اعلام وراسة؟ لا معانا بتاقات بتاقات ماينفعش بتاقات لازم اعلام وراسة اعلام وراسة ايه بس يا حاج؟ بيقولولك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي نيلي وشريهان احفاد مكاوي انت قلتلي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي نيلي وشريهان نيلي وشريهان ايوه ايوه والله العظيم من ساعة ما دخلوا علي وانا عمالة سبح عليهم واقول انا شفتهم فق نيلي وشريهان لا مش ممكن مش ممكن بس أنا أول مرة عرف أني نيلي وشريهان قريب لأ حجرتك شفت بقى حج شفت بقى الدنيا ديها إزاي وصغيرة إزاي نيلي وشريهان وجولك أهم مع بعضهم وانت عملت أقول لهم إعلام وراسة والدني بطاية وإزباد شخصية ده كلام بطاية إيه وإزباد شخصية إيه ده هم نفسهم وشوهم بطاقة ربنا خليك يا حج ربنا يا كرماك هيا هنفتح السندوق بقى ولا إيه طبعاً نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوة والاستعرضات والأغاني بتاعت زمن الحلوة دي الفوزير دي نسمع منها بقى حاجة طبعاً طبعاً ما تمام إيه لازم شوية كان الرجل الطيب ده هيفتح لنا السندوق نسمعه أي حاجة عشان نفتح السندوق أي حاجة واحد مش حافظ حاجة لشريهان نيلي يلا يا نيلي يلا يا شريهان اه ركش بقى حاجة تفرج بقى شوف بقى ربنا يسامحك يا جده كل عشان خطر الفلوس سوري يا فنانة نيلي أسفى أستاذي شريهان سيادتي كامو العريف طبعاً 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 أم العريف أم العريف سك سك ع الموضوع لو قلت هكتب هو سك وعطعك ما زوكش فقرك ما نوع نوع سك ع الموضوع ودي واحد من ثلاثة بقى موضوع الله 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 إيه كمان ده إيه العظمة دي كلها بصراحة والله 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 إنتو أنستونا أملي أنستونا أملي أنستونا إتفضلوا 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 يا جماعة منورينا والله ومكتريننا سبعمية وسبعة واشر سبعمية خلاص يا حج شفناها تعالى تعالى أنت شكري تفكر أنت على الله بقى بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده لا خلاص بقى لو سمحت لا لش هم تعبنين دلوقت أنا بعدين هجيلك على رواق كده واجيبلك معاما حبود شكوك بجد والله ده واحد واحد إتفضلوا شكرا أي شو بقى سلاموا عليكم ألف السلام 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 الساند راحة فيه هات المفتاح خرج دي معاك فضل سبعمية وسبعة عداشر ها لا ثانية جدو لا ثانية جدو اه بقى لك ساعة ما قاعدانا جنبكم تننحة في البتاعة دي ما تقول لنا حاجة محضتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي طيب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي مش هينفع ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقطعة غير إن الحل في المتاهة وأنا عمل أحل في أم المتاهة دي والله ما فيه متاهة غير اللي إحنا فيها طيب وهي المتاهة دي عايزة إيه لم أغزها إزاي نوصل محظوظ للعربية طيب يعني إيه مش فاهم برضا محضتك أنا كمان مش فاهمة ما هو ده اللي بقوله من الصبح لو كنت فاهمة ما أنا كنت قلت طيب واضح إن إحنا مش هنوصل لحاجة النهاردة فأنا بقول هناخد المجلة نروح بيها ونوعد نفكر كده براحتنا ولو وصلنا لحاجة نقول لحضرتك آه بل إلي هو عند مين ساعة كام يعني أما أغز المجلة دي هتفضل هنا في الحفظ والصور لو حبتوا تحلوا اللغز تعالوا لي ده ما كتابكو بردك ايه ده أنا افتكرت حاجة مهمة قوي موكة الدين مجلة ثانية ثانية بليز حاجة مهمة جيبتان اه فهمت حاجة؟ لا انا فهمتش برضو طيب انتوا تراواحوا كده تفوقوا نفسيكم وتشطفوا كده وتروقوا ولو لقيتوا نفسيكم قادرين تفهموا وعزين تحيلوا اللغز تعالوا لي ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وأنا خلى حدي فتحوا لكم اوكي تانكيو باي باي سلام عليكم شرامة الله باركاته ده الراجل ده حويت قوي من ساعة محطة ما نخيره في الموضوع وهو عامل زي الأراضة مش هيطلع إلا بالدم سيبك منه سيبني منه إزاي بس ده مع المجلة واحنا معنا المتاهة ده؟ معنا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرا لما قلتله هيتحيت المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة فاكرا خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة وروحت صورتها ده برافو وريني يا بنت اللازينة هيا منخيرك فيها حاجة يا نيلي منخيرة؟ سوعت نفسك سيلفي بال وهش عايز day عملت كده؟ الكاميرا كنت معمولة على السيلفى أخبية هنعمل إيه؟ نروح عند عم بندق ممكن نفهم منه أي حاجة فايش ياله عايز day عملت كده؟ طعم ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي اوه بين داري كده ولا داري كده ولا داري ما تخلص با يا أم بندق مش ممكن يعني بصوا أنا أصلي لازم أحرق كده كده كم الكالوري عشان الكرشي ده يمشي طب هو عشان تحرق الكالوري زي تحرق دمنا احنا عايزينك في حاجة مهمة وانا ما قلت شافها منكو حاجة بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه ماشي هفهمك تاني دلوقتي الكلمات المتقطعة بتقول ان الحل في المتاهة والمتاهة فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته فهمت حاجة من الحوار ده؟ صراحة لا طب هنعمل ايحنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زيارة البابي في السجن ونسأله هتسأله ليه؟ ألا ما تسأله محظوظ محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح كان اسمه محفوظ بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ طالت عليه محظوظ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة